يعني أنا كنت بدي ركز على ثلاث قيم بس إجابة فقط عن السؤال تحفيز الوعي والفكر الحر والوعي بحطه بدرجة الأولى على الفكر الحر لأن الفكر الحر ممكن يكون تدميري بدون وجود الوعي وهون حطيت ثلاث قيم يعني بعتبرت هي الأهم لأن أنا عم أطلع مو بس للكبار نحن ألا كل الأفكار عميقة جدا وفلسفية وكثير استفدت منها بس نحن عم نطلع لجيل جديد عم يطلع فلازم كيف ممكن ينشأ هذا الجيل بنوعي فيه الفكر الحر أول أهم قيمة وهون الأستاذ كثير قرب مننا يعني أهم حتى من الثقافي هي القيم الأخلاقية مهما كان الإنسان وعي ويمتلك فكرا حرا يعني لم يتمتع بقيام أخلاقية فلا جدوى من امتلاكه فكرا حرا ممكن يكون تدميري ممكن يكون مجرم وعنده فكر حر فمن هون لازم ننتبه على الجيل الجديد نعلمهم أول شيء القيمة الأخلاقية الصدق والأخلاق بكل يعني الأمانة وإلى آخره القيمة الثانية هي طبعا القيمة المعرفية والثقافية تحفيز الوعي والفكر بالعلم وتشجيع التعليم والحضراتكم كلكم يعني حدستوا عن هذا الموضوع القيمة الأخيرة هي القيمة الجمالية والإبداعية يعني نساعد الفرد بجيل جديد على اكتشاف قدراته ومواهبه الكامنة يعني نحن بنعرف دائما أنه الإبداع كافة أنواع الفنون الموسيقى والشعر والمسرح والسينما وكلها القيم الجمالية والإبداعية تحفز على الفكر الحر ومن هون بننطلق بمساحة من الحرية كتير كتير كبيرة ومهمة بهذا النطاق الإبداع يعني هاي هي الأفكار اللي حبيتها طبعا الحرية جدا مهمة مع كل هالقيام الموجودة هاي شكرا